انتظمت اليوم الدراسة في مدارس شمال ووسط سيناء في اليوم الاول للعام الدراسي الجديد بعد تأجيله لثلاثة اسابيع لاسباب امنية وشهدت مدارس مدينة رفح والشيخ زويد ووسط سيناء اقبالا متوسطا نظرا لخوف الاهالي من ذهب ابنائهم الى المدارس بسبب الوضع الامني الذي تشهده تلك المناطق فيما تواجد خارج اسوار المدارس عدد كبير من اولياء الامور خوفا على ابنائهم من اي اعمال شغب محتملة وتفقد اللواء سيد حرحور محافظ شمال سيناء يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم حسن حجازي عددا من مدارس مدينة العريش للاطمئنان على سير العملية التعليمية والقت اجهزة الامن بشمال سيناء القبض على اربعة عناصر تدعي بانها تابعة لالترس الاهلي من تنظيم الاخوان خلال محاولتهم منع دخول التلاميذ والطلاب امام مدرسة الصناعات المتقدمة بمدينة العريش صباح اليوم وضبطوا وهم يحاولون تعطيل الدراسة امام المدرسة واخراج التلاميذ بالقوة وقطع الطريق امام دخول التلاميذ والطلاب وتمت احالتهم لتحقيقة النيابة العامة